أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حظ سكرار المجتمع وتحقيق الرياضة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مفتي الجمهورية رئيس الأمن العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علم وثمن مدبولي خلال اللقاء التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء رؤية دار الإفتاء المستقبلية خلال هذه الفترة حيث تقوم على محورين أساسيين هما تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب وأكد مفتي الجمهورية على دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمعات